موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ليوم الدين أما بعد مرحبا بكم إخوتي الفضلاء وخاصة ممن يرانا في مدينة الموصل ومحافظة نينوى أسأل الله جل وعلا أن يعجل بالفرج علينا وعليكم وأن يخلصنا من الدواعش ومن كل ظالم مجرم يريد بهذه المحافظة وأهلها سوءًا وشرًا نكمل ونتم الجزء الثاني من موضوعنا ألا وهو التسامح والتصالح المسامحة والمصالحة في الإسلام كقيمة عظيمة وهذه القيمة نحن اليوم نحتاجها بكثرة وبقوة وخصوصا بعد أن يكتمل التحرير بتحرير مدينة الموصل للحدباء وإن شاء الله تعالى هذا سيكون قريبا بعد أن يفر ويهرب الدواعش كما رأينا منهم وشاهدنا فرارهم وهروبهم أو اختفاؤهم خلف الدروع البشرية وخلف المواطنين كجبناء لا يستطيعون أن يخرجوا ويقاتلوا في ساحة مفتوحة ويزعمون مع ذلك الشجاعة والبسالة ونصرة الدين والملة والسنة ومسردبهم وخليفتهم مختف تحت الأرض لا ندري أين شجاعته وبسالته لا ندري التجارب تصنع وتبني الإنسان قال غاندي كلمة جميلة قال أوقية من الخبرة تساوي أكثر من طن من الوعظ أوقية هو يعني مقياس صغير يقول أوقية من الخبرة الناتجة عن التجارب تساوي طن من الوعظ والمحاضرات والكلام والحديث وقال كونفوشيوس الحكيم المعروف قال كي تصبح حكيما هناك ثلاثة طرق الطريقة الأولى التفكير وهي أنبل الطرق أنك تفكر وتنظر وتتأمل الطريقة الثانية بالتقليد تقلد غيرك وهي أسهل الطرق والطريقة الثالث بالتجربة وهي أكثر الطرق مذاقا يعني أكثر الطرق فيها فائدة هي طريقة التجربة أن الإنسان يجرب وبعد ذلك ممكن أن يكون حكيما إذن ممكن تكون حكيم عن طريقة التفكير والتأمل ممكن تكون حكيما عن طريقة تقلد حكيما ممكن تكون حكيما بالتجربة وهي أنفعها وأقواها وأشدها تمكنا وترصخا في قلب الإنسان فنحن نحتاج للحكيم الذي يكون عن تجربة وأيضا نحتاج إلى هذه الحكمة والتجربة التي تعدل آلاف الكلمات والمواعظ والتوجيهات المسامحة والمصالحة ذكرنا أننا سنتكلم في هذا الجزء الثاني عن الدواعش هل أيضا الدواعش يدخلون في أن يسامحوا وبعد ذلك أن نصالحهم هل ندعو مثلا الحكومة أن تصدر عفوا عاما عن الدواعش بعد تحرير الموصل أو أثناء عملية التحرير هل ندعو الناس المهجرون والنازحون والناس الذين أوذوا من جميع المكونات والطوائف وأهل المحافظة لنا أن يسامحوا لأن هذه قيمة عظيمة هل يدخل في ذلك الدواعش أقول كل إنسان آذى عن طريق قتل أو عن طريق اغتصاب وانتهاك للأعراض أو عن طريق سلب الأموال والدور والبيوت أو عن طريق أن يكون مفكراً وداعية إلى هذا المنهج قد يكون بعض الآن قادة وأمراء وكبار داعش بعضهم قد يكون لم يقتل بيده ولم يأخذ مالاً بيده ولكنه كان يحرض على ذلك ويحض على ذلك عن طريق خطبة جمعة عن طريق البيانات عن طريق الجلسات المهم كان محرضاً محرضاً هل هؤلاء ندعو أيضاً أن نعفوا عنهم عند قدرتنا عليهم أو أن نسامحهم هناك صنف آخر يضافون إلى الدواعش ولكن لم يقموا بما قام بدواعش من قتل أو انتهاك الأعراض أو سلب الأموال والبيوت أو التحريض وهؤلاء الناس يسمونهم المصفقين اللي صفقوا لداعش بعد أن احتلت داعش الموصل ونينوى وهم في الأصل لم يكن عندهم تفكير تكفيري ولا يعرفون هذه المسائل لكن بعد أن دخلت داعش وسيطرت يعني الأمر الواقع مشوا خلفه وصاروا من أتباعهم أو أنه يعني رضوا بما قام بهؤلاء ويعني لم يرفضوا ذلك إذن عندنا أقسام القسم الذي يجب أن نركز عليه وأنا أقولها بكل وضوح وبكل بيان وصراحة كل من شارك في قتل الناس أو سبي النساء مثل ما حصل للأيزيديات أو لسرقة البيوت والدور والأموال أو كان مخططا أو محرضا أو حاضا حتى لو كان خطيب مسجد حتى لو كان داعية لكن داعية إلى الشر صار وإلى الخوارج وإلى المروق من الدين الصحيح كل هؤلاء لا ينبغي العفو عنهم ولا أن يسامحوا لماذا؟ ما سبب أن هؤلاء لا ينبغي التسامح معهم ولا ينبغي العفو عنهم؟ لماذا؟ أنا سأذكر لكم الآن تأصيل علمي لأحد العلماء الأفذاذ المعاصرين ألا وهو الشيخ العلام بن عثيمين رحمه الله وهو يعني رجل عالم رباني راسخ معروف مقبول من جميع الأمة أصل لهذا الموضوع لأن بعض الناس يقول العفو أفضل صار هذا حديث المجالس والمواقع التواصل الاجتماعي وكثير من الناس يتهم بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا بالكلام ويسب بعضهم بعضا هذا يقول نعفو هذا يقول لا ما نعفو هذا يقول لا نعفو عن كذا هذا لا نعفو عن كذا وإلى آخره انظر إلى هذا التأصيل الشرع العلمي الديني يقول ابن عثيمين رحمه الله في كتابه شرح رياض الصالحين المجلد الأول صفحة ثمانون ومئة يقول وفي هذه الآية حث على صبر الإنسان على أذية الناس ومغفرته لهم ما أساء إليه فيه وهي أي آية ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور الإنسان الذي يصبر على أذية الناس ثم يغفر لهم ويعفو عنهم هذا من عزائم الأمور يعني هذا أمر ممدوح وفضيلة من الفضائل وهو كذلك كما ذكرنا أن المسامحة عن من قدرت عليه من من ظلمك بقول أو فعل وكان هذا القول أو الفعل فردي أو جماعي لكن لم يصل إلى حد أن يعني انتهاك الأعراض أو الأنفس وكذلك لم يكن هذا الإنسان مصرا حتى بعد العفو على ما هو عليه كما سأذكر لكم الآن يقول رحمه الله ولكن ينبغي أن يعلم أن المغفرة لمن أساء إليك ليست محمودة على الإطلاق انظروا معي العفو والمغفرة لمن أساء إلينا ليس ممدوحا بإطلاق يعني في الشرع كما سيذكر الدلع ذلك إذن هو مقيد بقيد نحن نقول العفو والمغفرة عند القدرة على الإنسان الآخر الظالم المعتدي ممدوحة ولكن بقيد وشرط وهذا الشرط والقيد ينطبق على الدواعش يقول فإن الله تعالى قيد هذا بأن يكون العفو مقرونا بالإصلاح فقال جل وعلا فمن عفى وأصلح فأجره على الله أما إذا لم يكن في العفو والمغفرة إصلاح فلا تعفو ولا تغفر هنا الاستدلال وهنا الدليل انظروا معي إخوتي المشاهدين يقول فمن عفى وأصلح يعني نحن اليوم نعلم أن داعش هي فكرة خبيثة فكرة تجعل الإنسان يصل بالحد يقتل أقاربه يقتل أبو وأمه كما حدث في كثير من بلاد المسلمين أن يقتل يعني من حوله من جيرانه ممن أحسن إليه بحجة ماذا الولاء والبراء هذا الإنسان عنده فكرة خبيثة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا عنهم أنهم إذا دخلوا في فكر الخوارج لا يعودون إليه لا يعودون إلى الإسلام إذا خرجوا منه لا يعودون يعني بسهولة وذكر أنه يتمارى بهم الأهواء كما يتمارى الكلب بصاحبه مرض الكلب وهؤلاء هم أهل الأهواء وعلى قمة أهل أهواءهم الخوارج ومنهم هؤلاء الدواعش فهذا الداعشي هو ماشي كعقيدة يعني هم مماخذها مثل شغلة فورة شباب أو ماخذها مثلا مسألة مصلحة ومن تنتهي المصلحة ومن تنتهي المصلحة ومن ينتهي أو خوفا هناك كثير من الناس في الموصل ونينوى وبعد أن احتل الداعش الموصل تدخلوا معهم من هذه الأبواب منفع مصلحة كذا لكن الدواعش اللي حملوك عقيدة وفكر هؤلاء لا يتركونهم حتى لو عفوت أنت عنهم أو سامحتهم لن يتركوا هذا الفكر متى ما تمكنوا لدغوا متى ما سنحت لهم الفرصة قتلوك أنت اللي سامحتهم أنا من الناس مرتان عفوت عن هؤلاء المجرمين في تلكيف في بلدي وضعوا لنا عبوة ناسفة عند باب المسجد لي كنت ألقي محاضرة بين مغرب العشاء في المسجد وضعوا لي عبوة ناسفة عند الباب الذي أخرج من ويعلمون أني أخرج من وقدر الله جل وعلا أنه في ذلك اليوم لم أخرج من هذا الباب خرجتم من باب آخر فإذا بالأسايش عندنا في تلكيف يكتشفون القصة يكتشفون هذه العبوة ثم يكتشفون الذي وضعها والذي وضعها ويعرف هذه القصة من يعرفها من أهالي تلكيف اللي وضعها أنا أحسنت إليه في أمر معين أحسنت إليه إحسانا كبيرا ومع ذلك كان يشتغل بالسر مع هؤلاء لما كانوا قاعدة الزرقاوي أو الدولة أبو عمر البغداري في البداية الدولة الإسلامية في العراق أو في العراق فاكتشفهم لا أكتشفوا المجموعة أنا بالنسبة لي ذهبت فزرت هؤلاء اللي وضعوا لي العبوة في السجن زرتهم قلت أما حقي فأنتم في حل منه أردت بذلك استصلاحهم ظننت أنهم سيصلحون وما على المحسنين من سبيل كما قال جل وعلا وسلمت عليهم ولا كأنه شيء وتنازلت عند القاضي في محكمة تلكيف تنازلت عنهم كلهم هؤلاء المجموعة اللي فعلت ووضعت يعاب وتريد قتلي أنا شخصيا بل وقتها القاضي سألني قال أنت إيش تقول فيهم قال أنا عفو عنهم اقتداءا بنبيي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قال اذهبوا أنتم مطلقاء وطلبت من القاضي أن يثبت ويثبت هذه العبارة في محظر التحقيق أو العفو هذا عن حق الشخصي ثم هم حكموا على الحق العام وخرج كثير منهم من السجن وعادوا إلى سيرتهم الأولى بعد احتلال داعش للموصل ولنينوى ومرة ثانية بعدها بسنوات قليلة أيضا وضعوا لي عبو ثانية عند باب المسجد والله تعالى أيضا سهل ويسر فكشفوا وأيضا اعتقلوا من قبل أسايش تلكيف بعد ذلك أيضا جاء قارب هؤلاء فطلبوا مني أني أعفو عنهم فعفوت عنهم مرة ثانية وأيضا تنازلت في المحكمة وأيضا هؤلاء اللي عفوت عنهم بعضهم ليس كلهم بعضهم عاد إلى سيرتجه الأولى بعد دخول داعش إلى محافظة نينوى والموصل انظروا معي أنا جربته يعني هاتان مرتان ليكشفاه هناك حالة أخرى لم تكشف مما يعني أرادوا فيه اغتيالي في وقتها لأنني كنت منذ الفين وخمسة وستة وسبعة ستة وسبعة اللي كانت ساخنة جدا وكنت على المنبر لا أكف عن نقدهم وبيان أباطيلهم هذا أيضا بيان لأهل الموصل ونينوى أو المكونات الأخرى وكذلك للملاحدة واللادنيين الذين الآن يعني يستغلون هذا الظرف فيتهمون أنه خطباء الموصل أو نينوى لم يتكلم لا فينا من تكلم فينا من لم يتكلم وكل له سببه وله خلفيته لكن أنا عن نفسي ومن حولي تكلمنا وعلى المنبر وفي الأوقات الساخنة وكان هؤلاء الملاحدة واللادنيين أكثرهم إما ساكت أو خائف أو أصلا لا يتكلم والآن صاروا يتكلمون في مواقع التواصل الاجتماعي في وقت كنا نحن نتكلم على المنبر وفي الإعلام منذ 2005 ويشهد هذا كل أهل نينوى ذلك نتكلم إلى ساعتنا هذه من 2005 إلى هذه الساعة أنا أتكلم ولم أسكت ولا مرة واحدة لا على منبر ولا في إعلام ولا كذا وبينت ديني كاملا كل ما شووه هؤلاء في مسائل الدين بينتها بالتفصيل الطويل الذي جعل حتى بعض أصحابي وصدقائي يلومونني على كثرة الحديث في هذا سأكمل كلام الشيخ بن عثيمين وتأصيله في هذا الباب بعد فاصل ونواصل معكم بإذن الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أخوة الفضلاء نكمل موضوع هل الدواعش الموجودون في نينوى والموصل يدخلون في باب أن نسامحهم ونعفو عنهم بعد إن شاء الله تحير الموصل وهذا قريب جدا وليس ببعيد قلنا أن هناك كلام علمي تأصيلي مأخوذ من كتاب الله جل وعلا من كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله يبين فيه أن العفو والمغفر عن من أساء إلينا هذا فضيلة عظيمة وأمر حسن ولكن بقيد وشرط أن يؤدي ذلك إلى إصلاح المعفو عنه نكمل كلامه رحمه الله قال فإن الله تعالى قيد هذا بأن يكون العفو مقرونا بالإصلاح فقال جل وعلا فمن عفى وأصلح فأجره على الله سورة الشورى الآية أربعين أما إذا لم يكن في العفو والمغفرة إصلاح فلا تعفو ولا تغفر فنعفو ونغفر ثم يعودون يحملون السلاح مرة ثانية ويقتلوننا هؤلاء 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 يحتاجون حتى اللي منهم لم يقتل ولم يفعل هذا الفعيل يحتاج أن يدخل إصلاحيا من أجل أن يعلم وأن يخرج من عقله هذه الشبهات الخطيرة وهذه الأفكار الخبيثة أن يجالسهم العلماء الذين عندهم خبرة بفكر التكفير وفكر داعش والخوارج يناظرونهم يباحثونهم يعطوهم كتب أشرطة تسجيلات من أجل أن يعودوا إلى رشدهم إذن ليس فقط لما نقول لا نعفو يعني نقتلهم وإنما المراد أيضا أن نصلح من لم يكن منهم قاتلا أو لم يكن سابل النساء أو لم يكن ممن انتهك الأعراض والأموال والبيوت أو كان محرضا مخططا قال مثال ذلك يقول هذا كلام ابن عثيمين يقول مثال ذلك لو كان الذي أساء إليك شخصا معروفا بالشر والفساد وأنك لو عفوت عنه لكان في ذلك زيادة في شره ففي هذه الحال الأفضل اللا تعفو عنه إذن هذا هو الأفضل الإنسان اللي تعرفه سيبقى مصرا على سيرته يبقى مصرا على التكفير والتقتيل وسفك الدماء ويعتبرك مرتد يعتبرك صحوجه يعتبرك مرجع إلى آخره الأفضل ما تعفو عنه بل تأخذ بحقك من أجل الإصلاح إذن اللي نادون بالمسامحة والمصالحة مع الدواعش بدون أن ينظروا إلى المصلحة العامة ينظرون فقط للمصلحة الشخصية أقول لهم أنتم ستعطون مجال لهؤلاء أن يفسدوا مرات وكرات أما إذا كان الشخص إذا عفوت عنه لم يترتب على العفو عنه مفسدة فإن العفو أفضل ممكن هناك بعض من سار بركاب الدواعش من هالنينو من هالموصل ساره لشهوة سار معهم خوفا إلى آخره ولم يتلوث بدم ولا بعرض ولا بسبين ولا بتحريض ممكن هذا نعرف أن إذا عفونا عنه أنه ينصالح ويرجع إلى المجتمع حال حال المجتمع ويتعايش معه هذا ممكن أن نقول العفو أفضل في حقه لأن الله يقول فمن عفى وأصلح فأجر على الله وإذا كان أجرك على الله لكان خيرا لك من أن يكون ذلك بمعارضة تأخذ من أعمال صاحبك الصالحة إذن تأملوا معي إذن الدواعش نقول لا عفو عنهم في مدينة الموصل لا تعفو عنهم وهذا إما أن يكون بقتالهم وقتلهم أثناء المعارك وإما من أخذ أسيرا بأن يسلم إلى الجهات المختصة لا نريد فوضى ولا انتقامات ولا ثأر ولا نريد أن يستغل بعض الأطراف تستغل هذا فمن هنا تدخل فتخترق أهلنا فتستغل عدم العفو عن الدواعش فتقتل الأبرياء وتنتهك الأفراد وخصوصياتهم وتقتل هذا وتضرب هذا وتقول هذا هذا داعشي لا نريد أن نكرر التجارب المريرة اللي مررنا بها سابقا قبل احتلال داعش للموصل كيف كان كثير من القوات الأمنية يعني تحاسب حي كامل تؤذي جهة كاملة من أجل أنه هناك رهابيين أو متطرفين وكان هذه الأمور تجلب العداوة لهم وتجعل المواطن البريء الفرد اللي هو ضحية أصلا ينقلب إلى عدو كم من شاب ومن إنسان كان إنسان بسيط وطيب ومتعايش مع مجتمعه أدخل بالظن والشبه السجن وأدخل مع من أدخل مع الدواعش الآن اسألوا وكلكم يعلم هذا في بوكا لما كان كثير من هالموصل أو نينو يسجنون هم أبرياء يأخذون هكذا باعتقالات عشوائية ملاحقات عشوائية إلى آخره مداهمات عشوائية كثير منهم دخلوا ما يعرف إيش التكفير وإيش التفجير إنسان مسكين بسيط مئات آلاف من أهل نينو صاروا على فكر التكفير بسبب السجن في بوكا أو في مطار بغداد أو في غيره من السجون اللي كانت موجودة أو في الموصل يعني هو أصلا دخل بريء إنسان بريء طيب متعايش مع المجتمع وخرج لنا تكفيري جلد ويكره المجتمع ويغضب على المجتمع ويقتل ويذبح من السبب؟ نحن الذين قمنا بهذا الحكومة السلطة العسكر كل من كان له سلطة في ذلك الوقت اللي كانوا يدخلون هؤلاء إلى السجون الأبرياء والمساكين والضحايا ثم بعد ذلك يخرجون دواعش ويخرجون من القاعدة ويخرجون أنصار الإسلام وأنصار السنة يخرجون هكذا هذا من كان السبب فيه؟ هذا هو السبب أنه لم يكن عندنا فرزنة وتمييز بين المجرم وبين البريء كان عندنا فقط همنا أن نعتقل همنا أن نقتل همنا أن نسجن هذا همنا فقط لا يهمنا إصلاح المجتمع ولا إصلاح الأفراد إذن نقول الناس الذين لم يكن لم يكن محرضين لم يكنوا قتل لم يكنوا ممن سبى النساء لم يكنوا ممن أخذ الأموال والبيوت وإلى آخره أو ساعدوا في قتال أو قتل نقول هؤلاء لا ينبغي أن يعني أن نشدد معهم ممكن أن يعني يصلحوا في السجون أو أن يعفى عنهم إذا علمنا أنهم صالحون للعيش في المجتمع ومع المجتمع وأنهم انقطعوا انقطاع كلي عن هؤلاء وإلا اللي مثلا الآن يعترض نقول له من الذي ترك المحافظة وهرب وجعل ثلاثمائة أو أربعمائة وسيطرون على محافظة كاملة هي أكبر محافظة بعد بغداد في العراق من الجيش والشرطة اللي كانوا موجودين في الموصل وحواليها هؤلاء لم هربوا أين محاكمتهم لم نجد أي محاكمة لا للقادة ولا للكبار لماذا لم يحاكمهم كان سبب أن داعش تسلطت على الموصل والمحافظة ثم بعد ذلك أساءت إلى المجتمع وأجبرت أو أن الناس ظنوا أن انتهى الأمر هذا هو ستبقى داعش في الموصل وفي المحافظة لأن رأوا فرق وقوات كلها زالت بلحظة في أيام معدودة زالت لم يحاكموا إذا نريد أن نحاكم الأبرياء المجرين في الموصل نقول كلها دواعش ونحاكم كل الناس أو نحاكم واحد مسكين فقير شيخ عشيرة صفق وهو مجبر مكرى خائف حتى لا يقتل ويقتل أحد من عائلته إلى آخره وكلكم يعرف داعش إيش هي داعش تتعامل بالسيف وبالتغريق وبالتحريق قطع الرؤوس تتعامل بالحادلة تحدل بها البشر تعامل بالبلوك على رؤوس الناس وما تعرف شنو حرمة بيت ولا تعرف شنو حرمة مرأة ولا تعرف شنو حرمة صغير أو كبير واحد في كثير من الصبيان عدمتهم داعش تو عمره 14 و13 و15 عدمتهم معدى أي مشكلة أنت تريد حاسب جمهور كامل في مدينة الموصل أو نينوى وتجعلهم كلهم دواعش زي الحاكم أو شيء قواتك اللي هربت اللي هي كان السبب أنه هؤلاء الناس بسبب الإكراه الخوف إلى آخره قد يكون تعاطفوا أو خرجوا ببعض قوال أو تصرفات مكرهين إذا أردنا أن نقيم مجتمع متصالح ومتسامح ومتعايش لا نخلط الأوراق الدواعش القتل اللي سبوا اللي حرضوا وهذا ولا أبد لا عفوا عنهم لكن لا نريد أن نجعل كل أهل المدينة الموصل المليون ونصف أو محافظة نينوى نجعلهم كلهم في خانة واحدة مع الدواعش هذا ظلم كبير وهذا إفساد الأرض وهذا سيجعل قافلة الإرهاب مستمرة في مدينتنا لأن هؤلاء سيستغلون هذا الظلم فيثيرون الشعب ويثيرون أهل المدينة وأهل المحافظة مرة أخرى على الجيش وعلى الشرطة وعلى القوات وعلى السياسيين وعلى الحكومة المركزية أو المحلية في محافظة نينوى إذن إذا أردنا نحاكم فلنحاكم الجيش والشرطة اللي هربوا وتركوا المدينة ثم نأتي نحاكم الأبرياء والمساكين والمكرهين والخائفين في محافظة نينوى وفي مدينة الموصل هذا الكلام ليس بمقبول يجب التوسط والاعتدال لا نريد غلو في هذا الجانب ولا غلو في هذا الجانب لا غلو في عدم العفو مطلقا ولا غلو في أنه نعفو مطلقا الدواعش بكل أحوالهم هم بالنسبة لهم سرطان في المدينة يعني لا ينبغي أن يتركوا أبدا لا فكرا ولا جسدا طبعا الذي يجب أن نهتم به بعد تحل الموصل أن نركز على أمرين أولا الفكر يحارب بالفكر أن نركز على خطب ودروس ومحاضرات من أجل التصدي الفكر القاعدة وداعش وإخوانهم وكذلك أن يكون هناك حكومة موصلية نينوية حقيقية من أهل البلد يجب أن يكون الأولوية لأهل البلد لأهل المدينة والمحافظة في أن يقودوا محافظتهم هؤلاء المدنيين الموجودين في الموصل الآن لقد عانوا الويلات وعانوا المصائب من داعش في هاتين السنتين وقبل ذلك عانوا أيضا فلذلك الآن الواحد منهم عرف الداء وعرف الخطر ولا ينبغي لنا يا أهل الموصل ونينوى أن نعود مرة أخرى إلى سيرتنا الأولى نرجع نفس الحال أنه نسكت عن الدواعش ونسكت عن القاعدة ونسكت عن المجرمين والإرهاب المتطرفين يجب على كل إنسان في الموصل وفي نينوى أنه إذا حررت بإبن الله تعالى بيد أهلها وسواعدهم أنه بعد ذلك لا ينبغي السكوت عن داعش كل من تعرف داعش لو أخوك لو أبوك لو ابنك هو أصلا ما رحمك هو ما رحم من الأب ما رحم من الأم الداعش ما رحم قريبه الذي هو من عشيرته ما رحمه لأنه يخالف من نجيه فلماذا ترحمونهم؟ إذا أردتم أن تهدأ الموصل بعد تحريرها علموا على كل داعش ودلوا على كل داعش ولا تبقوا داعش في بيوتكم مهما كانت قرابتهم لكم مهما كان علاقتكم معهم مهما كان فعلوا لكم من خير وإحسان هؤلاء سرطان سرطان ترى أذلون في المدينة وأذلون في المحافظة هم كانوا السبب هجرت رجالنا ونساؤنا واطفالنا وصاروا في العراء أو صاروا على منة فلان وعلان كلها بسبب هؤلاء الدواعش هؤلاء هم اللي جلبوا إلينا الميليشيات إذا تحكي بصراحة الميليشيات اللي دخلت بديلا عن القوات أو الجيش العراقي هؤلاء أيضا كانوا السبب في إدخالهم إلى هذه المحافظات إذن هم سبب كل هذا البلاء الذي نعيشه إذا أردتم يا أهل نينو والموصل أن تعيشوا بهدوء وكرامة وأمن وأمان لا تقبلوا بعد اليوم داعشي ولا تقبلوا بعد اليوم قاعدة لهم أيضا سيحاولون بعد تحيير الموصل يحاولون أن يقوم بعملات اغتيال يحاولون أن يقوموا بعملات تفجير لدون يحاولون أن يعيدوا ما يسمونهم كما في دارة التوحش لأبو بكر ناجي هذا دستور داعش في حركتها الإرهابية أنهم يعودون إلى عصر النكاية لأنه الآن هم على أساس عصر التمكين سيعودون إلى عصر النكاية يعني الاغتيالات والتفجيرات والانتحاريين والفخخات وإلى آخره هل ستسمحوا لهم مرة ثانية يفوتون بالحي ويطلعون بكيفهم ويجتمعون بيوت أحياء الموصل يعني هذا إذن تبقى هيتش رح نصير مثل الصومال رح نبقى مثل الصومال هاي الصومال من عام تسعين واحد تسعين إلى هذه الساعة ما هدأت كم سنة صار فإذن لن تهدأ الموصل ولا سامح الله ولن يقع إن شاء الله هذا لأن الناس عقلت وفهمت وعرفت لا تخافوا من داعش ولا تبقوا داعش بينكم انظروا كيف حصل بنا الأمر العجيب العظيم إذن لا تقول والله أعفو خطيئة ومعف شنو لا لا تقول خطيئة أنت الخطيئة هذا المجتمع خطيئة هذا الناس التي تهجرت في مئات الألوف والناس اللي جاعت في مئات الألوف واللي قتل شبابنا اللي قتلوا في الموصل آلاف مؤلفا اللي قتلوا اللي قتلوا باسم الشريعة كذبا وزورا اللي عدموا واستعملت معهم داعش طرق وفنون عجيبة غريبة في القتل تغريق تحريق قطع رؤوس بلوك من مكان عالي إلى آخره فعلت الأفاعيل دمرت النسيج الاجتماعي ذهبوا أخذوا نساء اليزيدية بالمئات وفعلوا بهن الأفاعيل مما لا يرضاه دين ولا مرؤة ولا شرف ولا غير فعلوا الأفاعيل في المسيحيين لما أخرجوهم وأخذوا أموالهم ما يستحنون على أنفسهم يخرجون سوار الذهب وخاتم الذهب من المرأة المسيحية ويأخذون أغراضهم وسياراتهم وحوائجهم وبيوتهم يعني كل هذا اللي حدث علينا كمسلمين وعلى غيرنا من غير المسلمين هل ممكن أن نعود مرة أخرى ونعفوا عنهم ونسامحهم ونسكت عنهم ويطلعون من أمامنا بسياراتهم يطلع بالسيارة وهم يغتال خطية المثقف يغتال الطبيب ويغتال العالم الدين ويغتال الإنسان ويغتال الناس ويقتل ويذبح وهم يحط بالسيارة بالصندوق ويخطف الناس ويأخذ فدية عليهم تقبلون تعودون مرة أخرى؟ إذا تعودون أنا وبشركم وبشركم هالموصل سنبقى على ما نحن عليه وسنكون صومال ثانية بل أنجس من الصومال فأسأل الله جل وعلا أن يعيد عافية الموصل ونينوى إلى ما كانت عليه في عهد ازدهارها وقوتها فاصل ونواصل بإذن الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد مرحبا بكم أخوتي الفضلاء قلنا حلقتنا اليوم المسامحة والمصالحة لكن كما قلنا بقيد أن لا تسامح وتصالح إنسانا تعرف أنه سيبقى على فكره الخطير من ناحية التقتيل والتذبيح والتفجير إلى آخره لأن هذا الإنسان سيكون عفوك عنه أو مسامحتك له إفساد في الأرض وليس إصلاح في الأرض فمن عفى وأصلح فأجر على الله العفو عن أي إنسان طبعا هذه الآية عامة مو فقط في الدواعش في أي إنسان أي إنسان تعرف أنك إذا عفوت عنه سامحت وغفرت له رجل أم امرأة كبير أم صغير إذا عفوت عنه سيؤدي ذلك إلى استمرار إفساده في الأرض وإضراره بالخلق فلا تعفو عنه وأما إذا علمت أن العفو سيصلحه وأن إنسان فعلها زلة غلطة ندم شديد تعرف أنت من خلال القرائن من خلال حاله هديه من خلال المقربين إليه فاعفو والعفو أفضل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار لا يجوز أن نبقي في مجتمعنا من يضر بنا وهل هناك أعظم من إضرار الدواعش وما فعلوا في هاتين السنتين هل هناك أعظم من هذا أذكر لي اللهم إلا الميليشيات التي هي مثل داعش في القتل والذبح وسفك الدماء هؤلاء المتطرفين من الجهتين من مطرفي السنة ومتطرفي الشيعاء كلاهما يعني خطر على السلم الاجتماعي الأهلي وخطر على التعايش وخطر على حقوق الإنسان وخطر على بناء الدول وتقدمها إذن لا تعفو عن من يبقى على الإساءة والظلم والإفساد يعني هل يعقل أن نعفو عن خطباء الدواعش الجهلة اللي كان يحرضون الناس على القتل ويحاولون أن يدافعوا عن عمليات القتل والدبح حال ممكن هذا؟ كلكم يعلم لأن هناك خطباء في الموصل كان لهم دور وإسهام في نشر التطرف والإرهاب ومساندة الدواعش منذ أن أعلنوا خلافتهم المزعومة المدمرة الكاذبة إلى يومنا هذا ما عندنا في الشريعة أنه ما دام هذا خطيب يعني عنده حصانة ما في حد حصانة ما أحد له حصانة إذا أجرم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فاطمة رضي الله عنها وأرضاها التي هي يعني لا تعمل إلا صالحا ومبرأة من ذلك رضي الله عنها وأرضاها لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب مثالا على أنه لا حصانة لأحد حتى أقرب الناس إليه بضعة منه جزء منه فاطمة رضي الله عنها ومع ذلك قال لو سرقت قطعت يدها لا تقول ما دام أنا خطيب ما دام أنا مثقف ما دام أنا كذا ولا ينبغي على أحد منه من هلنين والموصل أن يدافع عن هؤلاء خصوصا من كان الآن خارج الموصل من السياسيين من الإداريين من العسكريين من الآن مهيئ من شوخ القبائل مهيئ له مجموعة من المجرمين الدواعش لدافع عنهم لا أما إنسان كما قلنا مكره مضطار إلى آخره فهذا له موضوع آخر كما ذكرنا وأجبنا عنه قبل الفاصل من القواعد العظيمة التي تبنى عليها الشريعة الإسلامية أن الشريعة الكاملة تجمع العدل والفضل أو بعبارة معاصرة حتى أوضح أكثر إليكم هذه قاعدة مهمة حتى نفهم بها موضوع العفو والتسامح والمصالحة إلى آخره بعبارة معاصرة الإسلام بين الواقعية والمثالية الإسلام لا ينزع إلى المثالية المطلقة ولا ينزع إلى الواقعية المطلقة الإسلام يقول لك أنا بين الواقعية والمثالية هناك من البشر من بني آدم من يريد أن يكون واقعي وإذا نحن أردنا أن نجعله مثالي لا يقبل بهذا وقد يفسد نفسه والأرض وهناك اسم يجنح إلى المثالية يحلق فوق الواقعية فالإسلام أرضى الطرفان من البشر وجاء بشريعة تجمع بين الواقعية والمثالية أو بعبارة العلماء المتقدمين العدل والفضل يعني الواقعية هي العدل والمثالية هي الفضل والمنة سأضرب لكم أمثلة أنه بالمثال يتضح المقال لأن هذه قاعدة تنطبق على كثير من نصف الكتاب والسنة وسأذكر أمثلة عليها إذن الشريعة الكاملة تجمع العدل والفضل أو هي بين الواقعية والمثالية مثل الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة سورة البقرة إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فهذا عدل واجب من خرج عنه استحق العقوبة في الدنيا والآخرة يعني أنت تطلب واحد نقود دين قرضة حسنة تطلبه ولكنه معسر لا يستطيع أن يسدد الدين الذي عليه لا يستطيع أن يسدد القرض فالله جل على يأمرك يقول لك عليك أن تنظره يعني تمهله تعطيه مهلة إلى أن يكون ميسر الحال فيوفيك هذا عدل وهذا واقعية وهذا واجب عليك يعني واجب أنه تنظر وتمهله لماذا لأنها واقعية ما عنده معسر إنسان معسر فالله تعالى يؤمر صاحب العسر أيضا أنه يؤدي بعد ذلك لما يتيسر أمره أمره ثم قال انظروا ماذا يقول الله جل على ترى هذا مبحث جميل هذا الموضوع أن الشريعة تجمع العدل والفضل الكاملة وكذلك من واقعها المثالية جميل جدا ستفهمون به كثير من نصف القرآن والسنة ثم قال وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فهذا فضل مستحب من دوب إليه من فعله أثابه الله ورفع درجته ومن تركه لم يعاقبه انظر معي وَأَنْ تَصَدَّوا خَيْرٌ لَكُمْ إِذَا تَصَدَّقُ تقول له هاي القرضة الحسنة أنا ما أريدها أخوي هاي الوجه الله تعالى تركتها لك فالله تعالى يقول لك هذا خير لكم إن كنتم تعلمون هاي المثالية إنسان يريد يكون مثالي يقول والله أنا عفوت عن فلان وسامحته بالمبلغ اللي أطلبه وأما الإنسان الواقعي يقول لك لا والله أنا لديني ما أمت ما الله يسر لك يترجع لي أنت عسرة ما عسرة أنا لديني لكن شنو أمهلك إلى أن يصبح ميسر الحال فالأولى عدل والثانية فضل هذا الفضل مستحب ليس واجب مثل الأول ومن دوب إليه في الشرع وإذا تركته إذا أنت ما تقول إذا ما أنت تركت هذا المال له تريد دينك متى ما تيصر أمره هذا لا يعاقبك الله يعاقبك على الأولى أنك ما تمهده عند العسرة إلا أن يتيصر أمره انظروا كيف أنه الشرع أعطى يعني مجال لك أنه أنت تختار أن تكون مرجحا للأفضلية وأعطاك مجال أنه أنت تنزع وتجنح إلى المثالية ما أجبرك على أن تترك الديان اللي تطلبوا من فلان لأن هذه خالف واقعية ما كل بشر يستطيعون هذا ما يستطيعون هذا وقال تعالى مثال ثاني ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله سورة النساء فهذا عدل اللي يقتل نفس بريئة فهذا يجب عليه ماذا دية مسلمة إلى أهله يعطي الدية يجب أن يعطي الدية ورقبة أيضا يعتقها لوجه الله جل وعلا هذا شنو؟ هذا هو العدل هذه الواقعية يعني أنت تصور معي الآن واحد يقتل ابنك متعمد يعني هل كل الآباء ممكن يقول هذا وروح أنت معفو عنك؟ يعني داعشي هذا اللي راح نزل شريط بابنك أو قرص بابنك ونزلوا على اليوتيوبات وعلى مواقع التواصل هو يذبحه أو حجر على رأسه أو بالحادلة أو بالتغريق أو بالتحريق أنت تيجي عليه تقول له والله أخي دعفو وعفو عن هذا الداعشي وعفو عن هذا القاتل وعفو عن هذا المجرم يعني شنو عفو؟ وعفو وجوبا واجب عليك تعفو؟ لا الشريعة تقول لا هذا يخالف الفطرة الإنسانية أب ابن يقتل ابن أبو يقتل أخ أخو يقتل واحد زوجته تقتل أمه أبو يقتل إلى آخره ما ممكن شوف الشريعة واقعية ومو مثالية واقعية أنه إذا كان قتل متعمد لك القصاص إذا كان قتل خطأ مثل هذه الآية إذا كان قتل خطأ فأنت تأخذ دية منه تأخذ دية زين شو تقول ثم قال تعالى في نفس الآية قال إلا أن يصدقوا فهذا فضل يعني إلا أولياء المقتول يقولون يا أبو ما رد منك دية نحن مسامحينك وعفونا عنك حتى دية ما رد أو الأولياء المقتول يقولون لقاتل متعمد نحن عفونا عنك ما نريد القصاص هم عفو بدون إجبرون بقانون أو بقضاء أو بقرار الشريعة جعلت الأمر إلى أولياء المقتول لأن الدين بين العدل والفضل وبين الواقعية والمثالية مثال آخر قال تعالى والجروح قصاص سورة المائدة هذا عدل أنه الإنسان ليجرح له أن يقتص من المعتدي عليه جارحه هذا عدل هذا هو أيش الواقعية الناس لا يرتضي واحد يعتدي عليه ويجرحه ويفعل به الأفاعيل ثم يقول تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له هذا فضل هذه المثالية واحد يجرح ثم يأتي يقول والله أنا متنازل عن حقي شوفوا انظر الآن كيف الإسلام يجعل لك أنت الإنسان يجعل لك تختار تكون بين العدل والفضل تريد العدل هذا العدل لك أن تقتص من من جرحك والفضل أن تتصدق وتعفو عنه ها هي المثالية والواقعية مثال آخر الله تعالى يقول وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم سورة البقرة هذا عدل إذا أنت طلقت المرأة قبل أن تمسها يعني قبل أن تدخل بها وقد فرضت لها مهرا فلها نصف المهر وتعالى ما دخلت بها فقط عقدت عليها فلها نصف المهر هذا هو العدل هذا هو الواجب ثم قال إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى انظروا معي إلا أن يعفوا إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح أن يعفوا عن هذا النصف العلماء اختلفوا هل هذا يعود إلى الزوج يعود إلى الزوجة أو ولي الزوجة من هو الذي يعفوا المهم الجميع داخلون في الخطاب على أحد التفسيرات طبعا إذا كان مقصود الزوج يعني الزوج له أن يسامح بالمهر كله يعطيها كل المهر وإذا كان مقصود بالزوجة أو وليها فله أن يتنازل عن نصف حقها هذا الذي يفرضه الشرع هذا فضل مواجب عليه ولي أمر المرأة أو هي ما واجب فضل هذا هذه المثالية بين الواقعية والمثالية يقول الله جل على أيضا مثال آخر وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به سورة النحل هذا هو العدل العدل أن الإنسان إذا عاقبك بوسيلك أن تعاقب نفس الوسيلة يعني معقولة يعني واحد شوف العقل حتى العقل ما يقبل يأتي واحد يعاقب إنسان بآلة معينة أو بشيء معين ثم أنا أذهب أعاقبه بشيء آخر يكون يعني ليس بمخلص لنفسية أولياء القتيل حتى أولياء القتيل يقولوا ما نرضى بهذا لا نرضى إلا أن يعاقب بمثل ما عاقب صاحبنا لذلك لما المشركون في غزوة أحد مثلوا بجتث الشهداء ومنهم حمز بن عمود طلب رضي الله عنه بعد مقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حلف بالله أنه سيفعل به مثل ما فعلوا بحمز يعني العقوبة بالمثل هذا عدل هذا أن تعاقب بمثل ما عقبت به وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم به لكن بعدها الآية نزلت نفس الآية يقول وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ يعني هنا الفضل هنا المثالية يقول لك الأفضل والأحسن والأكمل أنك تعفو ولا تفعل هذه العقوبة أنه تعاقب بمثل ما عقبت طبعا الدواعش أخذوا بجد الآية الأول ولم يأخذوا بجد الثاني ما عندهم إلا أن يعاقبوا حتى يعاقبون ليس بمثل ما عقبوا به بل يعاقبون بما لا يرضاه الشرع ولا ترضاه الفطر السوية فكيف إذا كان الله تعالى يرشدنا ويندبنا إلى أن الفضل هو أن لا تعاقب بمثل ما عقبت به بل بالعكس الصبر أفضل وأحسن وإن صبرتم لهو خير للصابرين وأيضا مثال آخر يقول الله جل وعلا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا سورة الشورى جزاء سيئة سيئة مثلها هذا عدل هذا هو العدل هذه الواقعية أن الإنسان لما يقابلك بالإساءة أنت لك حقا تقابل بالإساءة مادام الأمر مرتبط به شخصيا لا يتحول إلى غيره لأنه وَلَا تَزْرُ وَازْرُةٌ وَزْرُ أُخْرَةٌ لكن قال بعدها مباشرة الله تعالى فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَهَذَا فَضَلُ إذن نظر الله تعالى قال لك حق أن تجازي السيئة بالسيئة مثل ما الآن كثير من الناس من أهل نيناء ومن أهل موصل كما نرى في موقع التواصل أو نراهم في مجالسنا يقول أنا أريد أخذ حقي ممن قتل أقارب من قتل أخي من قتل أبي من قتل الناس نقول له هذا حقك والله هذا حقك قرآني النبوي الديني لكن لما نقول له اعفو هذا باب الأفضلية مواجب أفضل قال لكن بشرطة اللي ذكرناه في الحلقة أنه يكون هذا العفو بإصلاح للمعفو عنه وليس بأن يبقى على إفساده كالدواعش قال فمن عفى وأصلح فأجر على الله فهو سبحانه دائما يحرم الظلمة ويوجب العدلة ويندب إلى الفضل كما في أخسة البقرة لما ذكر حكم الأموال والناس فيها إما محسن وإما عادل وإما ظالم فالمحسن المتصدق هذا باب الفضل والعادل المعاوض كالبايع هذا عدل والظالم كالمرابي هذا تأصيل وقاعدة كبيرة ينبغي أن نحفظها الشريعة الكاملة تجمع بين العدل والفضل يعني بعبارة معاصرة بين الواقعية والمثالية فنحن لا نلزم الناس بالمثالية لا نلزمهم بالفضل فقط نعرض عليهم ولا نفرض أما الذي هم لهم حق أن يتحولوا من العدل بإرادتهم إلى الفضل وأخيرا يجب علينا أنه ليس لأنه في العائلة داعشي والعائلة تبرت منه أو لا ترضى به أو خرجت هربت وتركته أن نحاسب عائلته أيضا الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى هذا أكثر مرة تكرر في القرآن وهي قاعدة شرعية قانونية شخصنات الجريمة فلا يجوز لنا أن نحاسب أو نعاقب عائلة الداعشي أو عشيرة الداعشي لأنه لأنه واحد منهم أو مجموعة منهم صاروا دواعش نعم عائلة الداعش اللي كانت مثله مساندة له ماديا أو معنويا فهم مثلهم في الحكم لكن نتكلم عن من تبرأ أو لم يرضى أو أصلا خرج من دار الخلافة المشؤوم الداعشية هاربا مع أنه أحد أولاده في الدواعش فإذا نجب أن نفرق بين من لم يرضى من العائلة أو من العشيرة بعض الناس يقول هذه العشيرة فلانية كلهم دواعش هذه القبيلة فلانية يكون دواعش هذا غلط ليس بصحيح لا يجوز أن نعمم وأظلم شيء وأعظم شيء ظلم هو نفعله الآن هو التعميم وخصوصا إذا حصل التحرير سيكثر الغرور مع التعميم لا يجوز أن نعمم نقول الفلانيين العصابة الفلانية مجموعة فلانية من العشيرة فلانية دواعش وليس كل العشيرة ولا كل القومية ولا كل الدين ولا كل المذهب يجب أن نخصص حتى لا نقع في الظلم نحدد حتى لا نقع في البهتان لا نقع في التعدي والتجاوز ثم نعود إلى سيرة الأولى نهدد الأمن السلمي للمجتمع الموصلي النينوي ونخرب التعايش وندمره لأن سنثير أحقاد وثارات وكل واحد إذا ظلمنا عشيرته العشيرة كلها ستنظم إلى الدواعش أو تنظم إلى الإرهابيين يقول لك مادام إحنا مظلومين مظلومين مادام نحن مضربين مضربين لو جئتم إلينا وقلتم لنا تبرعوا من الدواعش سنتبرع سلمونا سنسلم لكن أنتم جعلتمونا معهم إذن سنكون معهم حقا بعد أن كنا لسنا معهم إذن لا نشجع على الإرهاب من حيث لا نشعر بتصرفاتنا وأقوالنا كالتعميم وغيره أسأل الله جل وعلا أن يفرج عن أهلنا في الموصل وفي نينوى وفي جميع بلدنا العراق أن يولي علينا خيارنا لا يولي علينا شرارنا اللهم من رفق بأهل نينوى والموصل والعراق فارفق به ومن شق على أهل نينوى والموصل والعراق فاشقق عليه يا رب العالمين خلصنا من الدواعش والمواعش عاجلا غير آجل وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهج اليوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة